اشتركوا في القناة تبدي اهلية قد ايه تعبوا على بالمطلع الفيلم ده مجرد الملابس اللي جابوها لكي تناسب ذلك العصر مش عارف 40 ألف ولا ايه الممثلين الفنيين اللي جابوهم آلاف من الجنيهات المناظر غيره وبعد كل ده طلع فيلم تيجي انت تاخده على الجاهز وتطلع منه على شريط فيديو ما يكلفكش غير ثمن الشريط ته حرام حرام يعني حرام انك بتاخذ حق غيرك في الطبع بينما حقوق الطبع محفوظة لان على بال ما يوصل لك الشريط بيكون نتصرف عليه كتير بصلوات قداسة البابا المعظم الأنبى شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الأنبى مينة مطران جرجا وتوابعها يصر دار أنتون للصوتيات أن تقدم أول إنتاجها في عالم الفيديو قصة حياة أبونا عبد المسيح المقاري عن كتاب نيافة الأنبى مينة مطران جرجا وتوابعها سيناريو وحوار سعيد يوسف أخراج معج التوفيق إحنا بنشكر سيدنا أنه أتحلنا الفرصة دي الجميلة وسيدنا كله بركة والفيلم ناشفوه ده متاخد من كتاب سيدنا ونشكره ونطلب منه صلوات وصلوات وصلوات بسم الأب وابن وراء خلص إلا أحدنا على المجد دائما أتحلنا على نعمة ورحمة وبركة وإلا بدأ الدنيا ده الدار نعمية كان يشير بوساطة ويدعي البساطة لكن الحقيقة ليس بساطة عبر بساطة إيمان كان يحريه مع المسيح بطريقة عجيبة خالص وبعدين لو مجزئة طبعا قرأتها في الكتاب تدل علينا رجل خديس أنا في العرفة مش أقل منهم بنتون وصولهم بابولا ومدارو ومدارو والكتسين دول العظام مش أقل منهم بداستها ترجمة نانسي قنقر 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 عندك حاج يا أسحاج يا كلف ايه يا مجدس لزمه يا كلف دي عندك حاج يا دكتور أسحاج يا دي مش وظيفتك ولا دي معايرك بي انا شوراني بتعاير ولا مش اما تعاير الله اعلم بالنفوس اقول قطرة هو يا حل يا أسحاج يا كلف اتعني برضك يا كلف دي ما تزعلش جاوي زمانة بوك جاي وجايب لك الجلامية يا الزكرات هاء أها هو دي يعني مش فهم ايه اللي ملعبخ على كانت تلك هو انتك ايه يا مجدس دايما نكشيفني طيب يلا اين وايد عينك على الأزر وأنت فكرة كانين حعمة تقول لما اشوفه واجوله حمددله على السلامة واعبد اسحاج يا جذ حاج بتعرف يا دي سحاج أنا فرحان جو للقطرة ما تأخرش عشان ايه اروح انا والمعلم حنين ولحى الجداس حد الشعنين ايوه اهو يا صحاق خد منو الصامد خد يا ادي يا صحاق خد الصامد ايش يا؟ حبدالله عالسلامة ايوه اتمشواق حبدالله عالسلامة حبدالله عالسلامة يا معلم حدايا الله يسلمك احن وخوي وتعبت نفسك و جيت برضو جبت لي الجلابية الحرير السكرتة يا بوي احنان شوف الواد مع الليص جات ليه مات اهمد يااب يقول لي عمل معروف دنيميستنيها بفرغ الصد ايوه جبتها لك يا سيدي يعني تقولش جلابية الفرح ياخي يا حب علي ايضك ياواد مش وقته ياواد همي بينا اللي الحاج نصبح ماركوبة توصلنا ي الله ما تيجي ونركب الحلزون حلزون على اي يعني هو من جلة الركايب احنا واكفين بجانة نص ساعة واكتر وما فيش حاجة نركابها ربنا هيبعت ركوبة زين ان شاء الله هو سمعان ابني ما جاش معاكل ايه هو بعافية ولا حاجة اللي يا ابوش ما هو اصلك في الكنيسة من الليل تنبار في الكنيسة من الليل تنبار وفاية ام واخواته البنات لوحديهم انا مش عالي في الودا جراله ايه وكان في الكنيسة بيعمل ايه ما هو قصون طيب النهار ده حد الزع اوه عندك حاجة كل سنة وانتو طيبين بس مش واجب برضو كان يجي يجاب الابو سمعان في الكنيسة يا مهلا مش في حدة كديه ولا كديه عندك حاجة احنا يا خوة ايه اتادي حمار اتايا ايوه نعم اتادينا كفر مش حتا وتاخد كار تلات انفار ماينفعش اللي يا فالح ماينفعش اللي عشان دول حمرين وانتو تلاتي اخصى عليك وقت غلاط صحيح ايه ما الله في الساعدة والي ايوه صحيح اما انا طلعت ايه كلا في التالت طبعا الله يسمحك ايه اسمع يا ابني انا هركب معاك انا اول مجدس حالي وانت بجدس حالك شوفك ركوبة تاني ابي طبو الزكاروت ايه جوبة بتعريفي اين ازجاك من اجلي كركب يارك الكوبة التعريفة؟ نجعة تدني الجلبية لحرير الزكاروتا يا بوي احنان شوف يا خلال بسروع ازا حلفتك بست العدرة لتدني الجلبية واتفرح قلبي اه بدا بحلفتني بالغال يا موننور اتفعت هادي الجلبية مرصوت؟ مرصوت جاوي ايه الجلبية؟ ايه الجلبية؟ ربنا اخليك لينا يا بوي احناني احنين لا اقول لي يا باب احنان عملت ايه مع الجماعة اللي كان عندهم فلوس؟ الحمد لله دفعوا رص الباب له وبجلوا الباجل اخدشار الحمد لله على السلامة يا بابا الحمد لله على السلامة كيفك يا مجد سحان؟ نسكر ربنا يا سامعان يا بابا كلس انا طيب ايه؟ وانت طيب يا سامعان طبق ما افتكرت دلوقت كيف يا بابا تقولك دي؟ ده انت ابويا وسبب نعمتي والرب بيقول اكرم اباك وامك واني طول الجدس بدعيلك ربنا اتجيبك بالسلامة ايه عشان كده ليت جبلتني على المحطة زي ما كل الخلق بتعمل مع اهليها ماني كنت بقابل اويا السماوي بالحاج يا مجدس يتزعل ماني كنت باخذن في الكنيسة ماني قلت له يا سامعان يا ابني ما انت عارف ابوك بيحب الجداة ويحب تبلي يشوفك قلو يا مجدس حنة الاحسن فاكل اني بتتجل عليه ابدا يا ابا بس انت عارف انا قد ديه بحب الخدمة وبحب الرب الهي وبحب خدمته انا ما قلتش حاجة بس يا ابني انت ابني الوحيد وانا عايزك تتحمل مسؤولية من بعد ترى ايه يا عم احنة ربنا ايديك طول طول عمر طول سبع بنات وامهم واد واحد يعني لو كانوا سبع ولاد وبنت ما كانش همني وكنت ست يعمل ما بداله انا غلطان يا مجدس لا مش غلطان يا حنة يا ابا انت عندك حاج برضو بس انا ليه طريق تاني غير طريق الزراع والتجارة دي رب دي عليه يا مجدس حنة لا حسن انا طريقت يا معلم حنين انت معاود لسه من الصافة سامعان بيحبك وهيعمل كل اللي تريده مش كده يا سامعان بل اكلي جاهد يا ابا ازايك يا روب زين يا عم حنة ايه مش ممكن يا مجدس حنة تبعد تاكلوا بما معانا وحسيت الغالية دا اكل سيامي وبيقولوا بسط ان نحب خاروق دايما عامر بيحسك وحس ولدك يا رب يا سوع المسيح جويني ع المسؤولي واجعل يا رب سبب جازب شعبك اليك ورشيك يا رب عشان اعمل اللي امرتنا بيه وبعدني عن المجد الباطل اللي ممكن يزينولي عدو الخير اشكرك يا رب على مواهبك الي مستحقاش سامعان انت ليسا صحي يا ابني ايوا يا امه يو طب مش هتتعشي اني صايم يا امه يا سلام بس انتك دي بقى صايم طي ايوا مهدي جومك العلام يا ابني ربنا يجويك جوم لام باجا نام انت يا امه والطامني اني هجرة شوية في الانجيل وهنام طوع له يا ابني جوم نام عشان ابوك عايزك من الصبح بادري تروح معه الغير ماتشي ليش هام ملفاج هبجمعه بإذن ياسوه طب يا ابني ربنا يسهل لك طريقة ايوا كده ادعيلي ربنا يسهل طريق اللي اختارته ربنا يديلك على الدنيتك يا ابني هام قلتيله يا استر ايوا انا مش عارف الودة جراله ايه يعني بدل ما يساعدني في زراعة الارض وتربيد المواشر عاوز يسيرنا بروح الدير ماله ملبوه يا ناس يو ويعني هم مقصر ده حتى رزقه حيل انا ما قلتش حاجة ابنة مرزق ورزقه حيله من يوم ما حطي ايده في الارض والزرها رعرع والارض خيرها كتر وزاد ده حتى لما بيخش الزريبة البجرة المتعصرة بتولد على طول والعيجل على البيطين يو طب و لما هو مبروك كده دايما مزعله ليه وانتي فكرك يعني انا هين علي زعله بس انا عجزت وهو عدازي اللي بتسند عليه يعني لما يسيبنا ويروح الدير مين اللي هيساعدني في زراحة الارض وتربيد المواشر ادول ادور على ولاد الهرب واشحتهم دمانه وارضه يا ام سامعان عندك حاج الصباح رباح وربنا يهدي جم جم نام وادعيله ايوه وادعيله كيفك يا مول؟ اهلا يا سامعان جول يا سامعان عملت ايه مع عمك تاكل اللي عايز تشتري الجمال؟ اتفاكت معا وهيجي بعد العيد ان شاء الله ان شاء الله واخبال الغنم التعبانة ايه؟ خافت والحمد الله والعضرات بارك بقول لك ايه يا عبا؟ بقول يا سامعان اني اني نفس اغدل ايد ويامه في الدين تاني يا سامعان بعد اذنك يا عبا اني نسافي البكرة دير رقم بصامير المعترف اللي في الجلمون يعني مش ممكن نقجل عشان اللي ورانا يا عبا دي ايام مجدسة يا ابن انا ما عنديش غيرك وانت دراع اليمين يا ابا يا ابا عشان خاطر العادر ازايك يا سامعان يا ولدي كيف حالك؟ الحمد لله يا ابونا وكيف حال ابوك؟ بخير ايه ابوك رضي عنك يعني سايبك تاج الدير مهم رضا رعبنا ربنا يباركك يا ولدي ويحافظ عليك اونه وتقعد معانا كداه المرا دي هجد العيد كلاته نيه اكداه؟ عظيم عظيم بالك يا ولدي خابر للزيار اللي برا؟ ايه يا ابو عايزك تنظفها وتغسلها مليح جوي وتملاها عشان اخوتك يشربوا منها بعد الصيام حاضر يا ابوك وبعدها تخش على المضيفة، اتنظفها وترتبها عاني يا بور ربنا يباركك يا ولدي الأنباب شوي هو بيصلي كان بيربط شعر راسه في حبل ويربط الحبل في السقف عشان لما كان ينهز كان يشدوا الحبل يقوم يصحى ويكمل للصلاة يعني فات العيد وشم النسين واضي رابع يوم والوال ما عاودش يا طبعا ما عاودش ليه بس يوه ما اطول بلك يا معلم زمن ايه تجاه؟ اطول بالي ازاي بس؟ جهري طاير برج من نفوخي انا هسفركم انت يا بنت يا روم نعم يا باب جولي لسحاج الكلف يحضر للكوم حاضر يا باب ايه بس اللي مخليك مزرزر كده؟ مزرزر يا استر انت مش شايفة عمايل ابنك جان العيد جولنا ومال فات العيد ما عاودش ليه مش كان يقعد مع اخواته البلات ياخد باله منهم؟ طب طول بالك بس يا عام احنين سمعان ولد مبروك شب على الاخلاق الطيبة نادر دلوقتي لما تلاقي النوع ده انا ما قلتش حاجة يا جود سابونا بس سابوه وامه واخواته وارضه وماشيهم احتجله هعمل ايه بس؟ يا ربنا يتبر يا ابونا وده اللي حصل اول ما جيبته ما فاتش ربع ساعة وعشر بها يماته ودي مش اول مرة تحصل طب لما انت عارف كده ما تسيب الراجل يختار طريقه ما انا لو عندي غيره يا مجدس حنة كنت سيبته يعمل الي احلال عندك حاج الواحد مننا بيكبر وشجاه يروح لي مين؟ قوله يا تاكل يا اخوي يا ناس ربنا مش رايدله بالشغلانة دي وعاوزه ليه هو وكل مرة عايديكم علامة ولا ايه رأي يا تاكل يا اخوي تقصد ايه يا مجدس حنة؟ يعني انسيبه يطرعب انه يسيب ماله ومال اخواته في دل غريب اما ما عندكش حاج صحيح الحجيجة انا ما عارفش مش اقول لكم ايه بساعات بابجا ميكتنع بكلامكم بساعات احس كده ان الواحد دي اختار طريقه صحه والربو مش راضي عن عناتكم ومعاه الشارب؟ مش شارب شاي عندي معاد مع ابو ستيت وبدر عشان انت جاول باه كانك زعلت مننا وهزعل ليه وانت هزعل ليه يا عم تاكلة طيب اي براحتك؟ عن اذنكم علي ماشي ربنا دا بالحال اذنك معاك شايف يا تاكل يا اخوي اسمك حشور عليك شور يا تاكل يا اخوي انا حطيت صارع العشرة في الشجر ما اتجاوزوا قلت له بدل المرة الف وقلت له البيت اللي تد عليك شاول عليها وانا اجاوزها لك من الصدر وقال ايه؟ قال محدش جيبني سبت الجواز واصل جو مقدس حاجة اكل البهاين من وكلتها؟ اكلها تاني يعني حاجة اطولنا اسمعاهم ايوا 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 يعني تم اتوزعوني اول هام ودي البنات وامهم عن دخلاتهم عن دخلاتهم و من خي ca قبلين و لكنها اطولهم عن اخت احتاج انه لا انت لست نايم ولا ايه؟ انت مين وعايزة؟ اني عايزةك انت انت المقصود ولا عليك العين؟ عايزة ناني؟ ايوه عايزة؟ انت نخش جوا كده علشان نعرف نتكذب مع بعض ايه؟ حكايتك ايه؟ انت غلطانة في العلوان؟ لا مش غلطانة في العنوان هو ده العنوان بعينك مش انت سامعان؟ ايه يا سامعان؟ طب تعالا نقعد نتفهم تعالا ايه؟ ايه مش عاجبك؟ روح يا ولي جك والجع في بطنك ايا بطنة؟ ايا بطنة؟ ciónجيب الأطر فيها انحاني يا ام احنين انحاني مالك يا وليئ يا عملة تجريه؟ خد فلوسك خد فلوسك مش عامزاهم يحرموا علي ده ابنك ده بركة خليلي سامحني خليلي سامحني عشان ربنا يعفع عني سامحني سامحني عشان ربنا يعفع عني انا مش حعمه كده تاني مش حعمه كده تاني ده هو اللي وزني علاك انا شطانة وانت بلاك بس خلي رب الريع في عني خلي رب الريع في عني روح انا مسام اشكرك اشكرك يا رب اشكرك يا رب طبعا كده من طريقي ده الدنيا لست بخير ولسه فيها بركة ولسه فيها ناس بركة هي الولية دي بجنة نتولي كده كده يا ابا كنت عايز توجعني في الخطيئة ما تزعلش مني يا ابني انا ما كانش جصدي انا كان جصدي بس جصدك ايه بس يا ابا جصدك ايه عايز تكسر عيفتي عشان ما فكرش في الراه بنا ما تزعلش مني يا ابني انت ابني الوحيد على سبع بنات سمحني يا ابني يعني توعدني يا ابا لو ربنا دلك ولد غيري تجيبني في حالي اعمل لنا ريده او عيدك يا ابني وحقق الرب له تلبطه ورزق والده بابن اسماحنة وعندئذ ايقن والده ان ابنه سمعان يريده الرب فتركه بين احضان حبيبه الذي نظر نفسه له وقد توجه سمعان حنين الى دير القديس العظيم ابو مقار ليترهبن فيه ويتتلمذ على ايدي اباء القديسين امثال القم السلامة والقم سروفائيل والراهب في ليمون المقاريون وتمت رهبنته في عام الف تسعمية واربعتاشر ميلادية محبتك تتوج الى خلاصة فاشرك بها علينا فنعزمك نحن عبيدك وننال مجدا منها اذا مجدناه ها نعمتك تخرج لمجابل المقبلين اليه يا سمعان يا سمعان يا ابني انت نايم والله صاحي صاحي يا ابونا صاحي اتفاضل جلكتك يا ابني لا يا ابونا بحياتك لو تسمح تمنال الزلع المية خلصت ومش قادر اروح لحد البير حاضر يا ابونا حاضر اتركك في العيد الله ربنا يقويك ما تعوقش علي حاضر يا ابونا احنا بناخد باركة اتركك 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا قلت لو ربي ابتداني بأخبر بعيد زماني تسيبونا دور عني اشتراني صليت وربي حجب لي طالبي ويجهة كوية ويجهة مكاني وخرجت دور عني اشتراني وقد تمت رسامته باسم القصة عبد المسيح المقاري رفعت عيني للجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض لا يسلم رجلك لزلل فما ينعص حافظك هو زالا ينعص ولا ينام حارس اسرائيل الرب يحفظك الرب يظلل على يدك اليومنا فلا تحرجك الشمس بالنهار ولا الجمر بالليل الرب يحفظك من كل سوق الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد الليلويا وقصد أبونا عبد المسيح المقاري دير البراموس ليكمل جهاده به تاركا بديره سيرة عطرة يترنم بها إخوانه الرهبان الذين عاشروه وأحبهم وأحبوه ما قلت ليش ايه آخر أخبارك الروحية يا أبونا أهو بنجاهد يا أبونا عبد المسيح بس لسه موصلناش للدم يا أبونا عبد المسيح أنا عايزك تنزل للعالم تنزل وتخدم في العالم خايف يا أبونا خايف بالعالم للعالم يا خدمي لا ما تخافش الرب حيكون معاك ويدويك ما أنا قدامك أهو بنزل وبخدم وما عمريش خفت كده زيك ده بدأ أنت أبونا عبد المسيح المسعودي وأنا مين يا صلوك جنبك يا أولا دي ما تقولش كده ده أنا يدوب حتة حشرة حشرة قامية جنب مرشدين وقدسين العظام اللي سببونا يا ابن انزل انزل للعالم وخدم وخذ بركة خدمة الناس بس يا أبونا أنا بقول يعني ما تنساش قولفا إذا فعلتم ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون لأن يا ولدي إذا الفضيلة ظهرت سرجت ونهبت من المجد الباطل بمعنى إيه يا ابن؟ لأن يا ولدي إذا ظهرت فضيلة قدام العالم الناس هتم دهبك وشيطان المجد الباطل يتمكن منك ويسرك ويضيع فضيلتك عشان كده يا ولدي الفضيلة إذا ظهرت سرجت ونهبت من المجد الباطل الفضيلة إذا ظهرت سرجت ونهبت من المجد الباطل سرجت ونهبت من المجد الباطل الحال عشبك في دير البرموس هنا دير وهنا دير وإزاي يا ابونا عبد مسيح المسعودي وأبونا يعقوب الحمد لله بخير كويسين مم أخبارك إيه روحية أبانا يعني ناو تتوحد ولا تنزل للخدمة أبونا عبد مسيح المسعودي رأيه أنزل للعالم واخدم في العالم الناس محتاجة لكلمة رابنا ولازم ووصلها لك والسلام الرأي يا ابونا إن الخدمة في العالم بتضيع لص وقت الراهب وكتير نزل وخدمه وضاعف العالم الجميع مواردين يا ابونا ولكن المختارين إلي يرين عندك حاج يا ابونا سلام المهم يا ابني إنك بتحط المسيح دايماً قدام عينيك وربنا يرتب لك الصالح ادعيلي يا ابونا رابنا يا رشد سلام كيفك وكيف المهمات دا بركة كبيرة دي قوله من السواح إذا الفاضي لزاخرت سوري جاد ونهبت من الناس عجل المآخر سلام يا ابونا سلام والنعمة مول فين بقى الرهبات اللي عايزين لا تلاها موجودين يا ابونا تفضلوا سلام يا ابونا مول مين الرهبة دي دي أمينا يا ستينة أمينا يا ستينة أبونا عبد النسيح عايزي السلام يا ابونا السلام والنعمة أنا ما شفتك إيش جابلك دي قصك شفتاني يا ابونا عن إذنك يا ابونا نحضر الفتار السنة يا أمينا أنا عايزك أمرك يا ابونا أنا عايز أتجوزك عن إذنك أمينا فين أبونا عبد المسيح ما رجعش ولا إيه أبونا عبد المسيح نجع بجعله يصبعه بسنفه بالليت وده الأكل ولا شو؟ يعني هو بيأكل ولا بيشرب أمي العيش إزاي يعني؟ طب إيه رأيك أنا شفته أكتر من مرة يلمي بجايا الأكل ويبينه في مي ويأكل والدرجات دي ربنا ينفعنا بصلاواته ربنا بيقول إذا فعلتم ما أمرتم به فقولوا إن أنا عبيد بطالون بس دي طريقة غريبة جاو يا أبونا شوف يا ولدي أنا اتفكت وأبونا يا عبوب إن إحنا نبعد عن المرد الباطل شوف يا أبونا كان في زمان ملكة جديسة اسمها الهبلة وبيسموها أحيانا الهبية لكن اسمها الحجيدي كان أنا سيمون إيه يا أبونا عرفت عنها وعن موهبها كتير جاو وعرفت ليه سموها الهبلة إيه عشان اتصنعت الهبل وعاشت في وسط الرهبات بإسم الهبيلي وتحملت إهانات كتير جاو بالضبط لأن الفضيلة إذا ظهرت سرجت ونهبت من المجد الباطل لكن إن شاء الله يعلن قدستها في الوقت المناسب ربنا ينفعنا بصلاواتهم يا بونا أمين يا بلدي أمين عايزك يا أمنا تعمليلي كشف بالكتب اللي نقصها في المكتب حاضر يا طمام أنا أسف يا طمام في إيه يا أستينا عبونا عبد المسيح زودها معي قوي أنا مش عارفة أقولك إيه في إيه قولي أنا لقتيني أنا مش عارفة أبونا ندع مش عارفة مش عارفة أنا مكتوبة إيه في إيه قولي يا أستينا تصور يا أمي كلما يشوفني يقرب مني ويعكسني يعكسك إزاي يا أمنا اتكلمي بيقولي 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 أنا عايز أكوزك ده بونا عبد المسيح راهب مش ممكن يفكر في حاجة زي دي فعلا يا أمي أنا سمعته أكتر من مرة بيقولي الكلام ده طب هو فين دلوقتي قاعد بره مع الرايبات إخوتي بياخد اعترفه طيب اندهيلي مارينا ومرضة واستني انت يا أمي نارينا ممكن تيجي يا أبونا عايزة 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 اعترفي اتفضل يا أبونا اتفضل يا أبونا ها عايزة تعترفي تقولي ايه 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 المالك يا أبونا ايه انت مش كنت عايز تتجوزني بكرة بكرة وبكرة ليه بس ما هي فرصة ايه انت مش قلت ان انت عايز تتجوز ايه قلت لك بكرة بكرة بس تعالى بس يا أبونا حرام عليكي ده انت راهبة خلي فكرك طاهر وجسدك طاهر بولس الرسول بيقول في كرونسوس الأولى الأصحاح الثالث عدد ستاشر وسبعتاشر اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ان كان احد يفسد هيكل الله يفسده الله لان هيكل الله مجدس وانداني راهب ليه نغضب ربنا بسبب عهد البتولية اللي قطعنا معاه وبلاش التزيون ده اللي مامشيش مع الرهبانة لحسن تروحي جوهنم شهد زيلا يا ابن عبد المسيح ام ايدو هنك دي اني كنت عايزة اتجوزها طب وحيات ستي العدرة اني ماشي ومش جعب مع كتال ام ادعوه اقفوه ام ا tercerاتي ام ادعوه ام اودشتاء ام اودشتا ام ادعوه ازاق ما تبكيش يا يوستينا ربنا بعطلك اللي صحيقي بحقك تشكري الرب انه انقذك على قدين راجل قديس زي ده يومي مكنتش عارفة انه بي نبهني لحاجة انا مش اختبالي منها يا سلام انا كنت وثقى من قدسته الطريق اللي جبتنا منه طريق طويل جوي يا ردنا ما جينا منه ليش يا ابونا ده طريق المنهاش اقصر طريق للدير اهنا بعد ما نرتاح شوية نكمل وربنا يسح تقمر يا ابونا نرتاح شوية باسم الصليب باسم الصليب ايه الدير رئيس والده يا رب ارحمني ده ده شي عجيب مش معجول مش معجول ده ده ابونا عبد المسيح يا خطيتك يا مخايل وتقول عليه تر اسود سلام كيف كيفك يا ابو سلام سلام يا محمد سلام يا ابي انت جيت من وين يا ابونا انا جاي من خطاعت با الطريق وعر جوي وتعبت كتير جوي 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 من ماش يا ابونا عبد المسيح انا شايفك وانت جاي طاير من السماء يا ابونا عبد المسيح اسكرني في سلواتك انت بتقول ايه انت شفتيني طاير ليه واني طايرة يا حبشي اسود مش جاعد معاكم وليش دعني انا اللي غلطان انا اللي غلطان لاني كشفت سره سابحني يا رب ومن العجيب رغم ان القديس قد عاد من الطريق الذي اتى منه وهو الاتجاه المغاير لاتجاه طريق الدير الا انه قد وصل دير البراموس قبل وصول قافلة ابونا مخايل الحبشي بفارق ساعات واندل على شيء فهو يدل على ان قديسنا كان من الاباء السواح ساكرجى من next time أوي شرح انا شرح الzent احمق قناة احمق 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 اخ Argentina شكرا احمق احمق رح ادي كما شكرون يا بولي إيه يا وين دين؟ إن شكرين يا بولي وين دين؟ وين دين؟ وين دي كمان وين دي كمان وين دي كمان؟ أخودي قلولي يا أولاد الكنيسة عمين شايف البيت اللبي دين هناك ده؟ إيوه شايف خلش بليمينه وتحوض بعد كده من عنده شنود البقال تلاقي كنيسة على يدك اللي مين؟ طيب، بتوشكا من سلاش تصليلنا يا بولي هتقعد معانا يا بولي؟ أمار، إيوه مار، خودي مني خدتها؟ سلام سلام يا بولي سلام يا بولي سلام يا بولي سلام يا ابني، أبوك موجود؟ إيوه يا بولي، موجود فوق في المعمولية خد عنك يا بولي دي له خبر عمان ما صلي في الكنيسة حاضر يا بولي، طب جود سكنه جلو مين؟ جلو يا بولي عمسيح المجاري حاضر يا بولي نورتنا يا بولي عبد المسيح ده نور العدرة والجدسين ونورك يا بولي تعيش يا بوي تعيش احنا هناخد بركة خدمتك معايا اتفضل يا بولي ما تأخذنيش يا بولي، حاجة كده على البد دي بركة كبيرة يا بولي اتفضل انا اكلت في السكة ومعايا السمت مليان جرس ما تكسفنيش يا بولي لجمة دي، عنا كدت بجسم مادام مصممحك بارك يا رب لكن يا بوي دي اضعت مالة جوي دي ما هتنفعش حتى عيشت فراخ عجباني يا بوي عجباني وهي دي اللي هقعد فيه براحتك يا بوي بس انا كان قصد اقول يعني يا لا تقول ولا تعيد مسيح تولد في مزوة بجر هكون احسن منه عندك حق براحتك يا بوي وربنا يجوي ايمانك يا رب يا سوع المسيح جويني على المسئولي وتعالي يا رب سبب جاسب شعبك اليك وارشد يا رب عشان اعمل لأمرتنا بيه وبعدني عن المجد الباطل اللي ممكن يزينولي عدو الخير اشكرك يا راب على مواعبك اللي ما استحقاش بشفاعتك يا منور يا شافعة المساكين بالروح اذكرين يا عمام ملك الملوك ورب الارباب ابونا يا ابو المسيح ابونا يا ابو المسيح ابونا يا ابو المسيح ابونا يا ابو المسيح ابونا يا ابو بسبب انو اسم الصليب ابونا يا ابو المسيح ايديه بتتاور ماااااااااااااااااااا لا اريد شي على الأرض رحمني يا ربي يسوع المسيح رحمني ابونا يا ابو المسيح ده بركة كبيرة ميه في ايه عايزة يا سيد ما عايزاش حاجة يا ابونا انا جاي ااخد بركتك الله يباركك بس تبقي متعمليش كده تاني وتجريك الناس وتطلي عليهم حاضر يا ابونا يا الله روحي واللي انت جاي عشانه حينقضي بإذن الله عشرة أولاد ماتوا يا ابونا يا رب الواد يجي من اهنيه ولا البيت ويجيها الخناج يخرجها يا ابونا عبد مسيح الخناج يا مجدس حنة جرى ايه يا ابونا عم بغتتحك على ايه يا ابونا عبد مسيح هجي لك وين وهتسميه معاكرم وفي المعمودية هتسميه عجاي يا ابونا يا ابونا عبد المسيح قاني مش عاوز واجع جلب وكفايا باجا العشرة اللي ماتوا دول يا ابونا وست العضرة حيجيلك معاكرم وهحضر جوازه كمان مين يا ابونا عبد المسيح ايفتح مين ايفتح بس تحزي السعاد انا حزاك تيجي عند البيت هندي خيه لك رسالة عندي يا ابونا ولما تيجي هتحرفهم قول بيت فيه قريب من هنا قولوا سهلا من مين وهو انا باعرف اجرى يا ابونا ونجبته هشبعة كلاه يوه يا ابونا عشان تيجي معايا البيت وتبارك يلا يا ابونا يلا فوتي قدام اتفضل بس نوتوبولين انت عايزها مني وين قضى دي انت مش مش تقول عايزة تجوز عايزة تجوز بس ايوه عايزة تجوز ها görüşا ها bought ايه قدامك يلو هاي جواز في ايه ايه لا هن يجيك يا خاب يا باري ايه لا شبابا نفسه من شباب وتخلص القديس البار منها ومن شرها بان القى نفسه الى الشارع وهو يعلم جيدا ان الله يوصي ملائكته كي لا تزدم بحجر رجله اشتركوا في القناة